يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون اشتركوا في القناة السلام عليكم الصبايا كيفكم شو اخباركن طمني عنكن ان شاء الله اموركم بخير. ان شاء الله انتوا عم تشاووا فيديو اليوم تكونوا با الف صحة وخير رجعتلكهم فيديو جديد ان شاء الله تكونوا با الصحة وخير انتوا عم تشوف فيديو اليوم بكل وقت يخليلي يقلبكن ربي يسعدكن. هون الفيديو يا صبايا عبارة روتين تحفيزي متل ما بقوله كل نشاط وكل طاقة على شغل البيت. وعلى اللهم اصلني على عن تجهيزات المدارس لاني ضل جمعة واحدة لحتى يبلشو عندي الباناتي مدارس وروضة. والله ما صلى عن نبيه كمان ساويت بهالفيديو اكلت كبب صينية. على طلب طبعا بنوتي منع. اه كانت كتير مش تيه عليها فحبيت ما اخد جلة واساوي لياها. طبعا هالله نحن صاير اغلب اكلاتنا على طلب الولاد الصغار يعني انا مش تيه هيك بطبخلى. انا مش تيه هيك بطبخلى. فالله يحميهم يا رب ويبعتلهم ايام حلوة. فهون هيك متل ما شايفين يا صبايا اول ما بفي هيك ببلش تلتيب البيت مباشر. ببلش تلتيب قطي النوم وقضة البنات. اه بزبط البيت. اشفي على المجلة مسلا بالمشبك. سحون بدا لترجع لما حله برجعه. وبعدين مسايف نجان قهوتي وهيك بشرب على رواق متل ما بقوله. هلا هون كمان انه ساويت اه يعني هذا الروتين اللي عطول ساويت تكنيسة للبيت ومسحة. ما بصير بلا المسحة كليوم. هلا اه عن جد صدقهم بالله يا صبايا صاير عبام مسحة بنهار ديك تقوله 3-4 مريات. عن جد ما بشو غير جبت هال المساحة وبلشت مسحة الاراضي. عن جد على قد الغبرة. يعني عن جد الغبرة شي مو طبيعي. اه لاني شفته هلا الدنيا صيف وشوب وعلى طول الشبابيك كلها مفتوحة. وعنا متل ما قطلكن من قبل انه هيك بناية جديدة عبتطلع جنب اه بنايتنا. فالله ما صلي عن نبي على طول غباير. يعني الغباير عن جد شي مو طبيعي. فهون كمتل ما شايفين اه اول شي هدول المخدات باول الفيديو غسلتهم كلهم. اه من كم يوم ساويت كمتل ما بقوله اه نزلت برادي قوطي النوم كلها. والله ما صلي عن نبي اه غسلتهم. ووجه هدا متل ما شايفين الشلفة اتخذت. مع هدول الفروات اللون الابيض. يعني كل 15 يوم اه 20 يوم بدهم غسيل مباشر بغسلهم. لان كتير بيتغبروا. اه حتى لونهم يعني بحسهم يعني بيتغير يعني خصوصي الابايد. فبحتهم هيك وجبة بالغسالة. فبطلعوا هيك مثل ما شايفين عبدو ضوية يعني بطلعوا غير شكل لونهم. اه وهون هيك مساحة الغبرة. اه الله ما صلي عن نبي هدول المحارم اللي عب بجيبهم من بين ممتازين. الله انا عب بجيب للارض وبجيب انه للغبرة. بس هلا ما عطول انه بستخدمون. يعني بستخدمون كيف داء الكون. هدول بستخدمون اه مو للحوسة الانضيفة الانضيفة بستخدمون كيف داء الكون يعني بشكل يومي هيك يعني على السريع انه واحد يمسح فيهم غبرة. مو متل المسحة العميق او الحوسة العميقة متل ما بقولوا. فهون هيك بلشت امسح الغبرة. اه مسحت مرايا البيت كلها طبعا هون كمان هيك متل ما ملاحظين بالمرأي بناتي هون حممتن كمان بتحممين. انه حممتن هو هنا وابني محمود والله ما صلي عن نبي قعدوا هيك انه يتفرجوا على الشاشة وكملت انا شغل بيتي. يعني هيك بحب اخلص اول باول من كل شي ما بحب اراكم على حالي. والحمد الله رب العالمين هنا ببلشت هيك اكنس البيت وامسحه. انا شغل بحب 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 انا شغل بعد ما خلصت يا صباك بلشت امسح الالياتي عن جد يعني النظافة غرشك الخصوصي الصوح بكير انه وعنا بفي الصبح بكير بخلص الشغل باتي بعدين ببلشك مثلا بشرب اهوتي او هيك فعند جد ما فيه احلام النظافة هيك الصبح بكير بتحسي نهارك حساتي فيه يعني بطوله مثل ما بقوله كله من اوله لاخيره يعني ما مثل انه فيه بكير 12 واحدة انتين بقى لحقي بقى شغل بيتك لحقي طبختك لحقي لا انا هيك سبحان الله متعودة انا ولادي في الصبح بكير يعني من وقت ما كنت هيك عند اهلي متعودة على الفئة بكير وسبحان الله هيك مشت معي وعودت ولادي عليها والحمد الله كتير مبسوطة انه هيك بستمتع لما بفيه اول نهار بقى يعني بعيش نهار من اوله بس سبحان الله يا صبايا مو انه صار كل يوم روتين كل يوم هلا اصد ده صير عنا روتين جديد هي توصيل البنات وترجيعهم من المدرسة واللوضة بس انه مو صار كله روتين فسبحان الله عن جد صار شي عن جد يعني بفعل واحد بحس احيانا انه مكتئب من اول فئته انه كله كل الايام عنا بتشبه بعضها خصوصي هيك لما انه الله ما صلي عن نبي مثلا عندي اختي قاعدة بحلب اختي التانية هون بسكاريا بتركيا بس بعيدة عنيش ثلاث ساعات ونص عندي اختي التالتة بإدلب فهيك واهلي بإدلب فلما هيك يعني انه بيكون اهلي وكلهم بعاد عني خصوصي اذا حدا مرضان او هيك فعن جد بفيه يعني كتير مكتئبة ومتدايقة خصوصي هلا اختي اللي بحلب مرضانة كتير الله يشفية ويشفية امات محمد اجمعين وكل المرضى مرضانة يعني مع التهاب هيك بالكبد صار معا من ورق انه من صابب ابو صفار درجة كتير قوية فضرب عليها الكبد فكتير تعبان كتير 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 كلا ما عم بدأ قلله وبتطمن عليها وقلبي عندها بصراحة وقلبي عند كتير خواتي وعند اهلي بس سبحان الله خصوصي لما بيكون انه اختي مرضانة وبعيدة عني بريد هيك اططب عليها اكون جنبة اطل عليها فهيك يا قلبي عندها وقالله يشفية ويعافية وشفية لكون كل مرضاكن يا رب وهيك الله يجمعنا باهلنا عن قريب يا رب بجاه اسمه الكريم هون بعد ما خلصت اهوتي يا صبايا بلشت هيك موضت لكم مشتيا بنتي على الكبب الصينية فهون هيك بلق نقعت البرغول تقريبا نص ساعه حاطت له بصل وملح وتوابله وبعدين هيك بلشت انه اديره على الماكينة واللهومي صلى عن النبي ساويت جامبو ارمان بلبان فهون كما شايفين بلشت انه اديري الكببه واجهزها واللهومي صلى عن النبي وبس عن جدية صبايا التصوير مع الاكلات هاي كتير صعب وبعزب خصوصي يعني اللي عند اولاد بيطلوا هيك حوالي انه ابني من هون وبناتي من هون ماما ماما فعن جد كتير بعزب يعني التصوير كتير تعزبت والتصوير وهون حطيت مع الكببه صدر فروج عن جد بتطلع كتير طرية وكتير طيبة يعني بتطلع كتير انه هيك يعني بالدعك انه هيك نحنا بنقول بندعك بعد ما انه نديره على الماكينة انه كتير بتساعدنا بالدعك كتير وتطلع كويسة فاللهومي صلى عن النبي هون هيك متل ما شايفين حطيت صدر فروج وبلشت بعدين قديلة وش تاني درتها وشين هلا على الماكينة وبعدين انه زبطتها بالصينية هلا يا صبايا اللهم اصلي عن نبي عن جد اليوم كنت عم بحكي مع أختي فلفت انه بحكي شغلة انه اللهم اصلي عن نبي هلا الواحد ممكن اذا مثلا رزقته قليلة بها البلد ممكن اذا غير البلد فرزقته تكتر فسبحان الله عن جد مثلا الله في خلق بسوريا عم نحكي بها الموضوع في خلق بسوريا طلعوا على تركيا فسبحان الله فسبحان الله عطاهم يعني انه فتح عليهم ابو برزق بهالبلد هالبلد خير وجهها خير عليهم لأ في خلق نزلوا من تركيا على سوريا هون في تركيا ما توفقوا نزلوا على سوريا فكمان الله سبحان الله باب رزقون هوني فانتو شو رأيكم بهالحال يعني اذا الواحد غير البلد مثلا ترك تركيا رجع على سوريا ممكن انه الله يفتح عليه ابو برزق لاني فيه عن جد والله العظيم يعني كذا شخص عن جد نزله على سوريا سبحان الله فتح عليهم أبواب الرزاق وخلق هون عن جد عبتشتغل 12 ساعة و 16 ساعة ومكانك روح يعني سبحان الله هو كله أرزاق و الله مقسم الأرزاق بس سبحان الله عن جد الواحد بتكون رزاقته عن جد مو بها البلد ببلد تاني بغير البلد الله بيعطيه فسبحان الله مقسم الأرزاق الله سبحانه وتعالى فكننا بهالحديث أنه عبق الله لأختي أنه رجعي على سوريا وهيك بتقول لي لأ ما بدي أنا هون بدي ضل أو مثلا أنه عبتستنى الله مصلي عن نبي أنه يجيها ملف أنه على كندا رفت كيف لأنه هي أختي يدقوا لها تليفون وكذا وأنه على أساس إن شاء الله رح تطلع على كندا فأله يسر أمره يا رب وأمر كل مسلم إن كان هون وإن كان في بلد تاني فهيكي مثلنا شايفين يا صبايا هل خلصت الكباب حطيتها بالفرن عن جد منظرك البشهي وهون بلشت بقى بالأرمان هلأ أنا الأرمان يا صبايا بحطله ساويته اليوم في فروج عرفتوا؟ الفروج إذا بتحبوه مثلا أنه تقلوه تقلاية مع الدهنة أو بتحبوه تسلقوه سألو هلأ التقلاية أنا بحب أحسه أطيب عرفتوا كيف يعني أقليه شوي هيك بالدهنة وأحطه مع اللبن بس هون وصلته لزوجي على نشا هلأ أنا بعرف النشا لونه أبيض بجي ليش النشا هون لونه أصفر معرفت كتير لونه أصفر غامق النشا فهون قال لي لا هاد نشا فأنا فعلا طلعت على الكيس طلع نشاء الزرة مكتوب يعني نشاء الزرة فأنا لما بيجي العطول لما بيجيب لي يا جوازي بيكون لونه أبيض فهلما استغربت ليش لونه أصفر فهون مثل ما شايفين حطيت للبن معلقة نشا وبحطله بيضة واحدة بخفق البيضة وبحطها البارد بحركهم كلهم بعدين عن النار فهلأ البيضة ما بتعطي أي طعمة زناخة يعني ما بأسر أبدا للي ما بحطوا بيض وبيخافوا يعني إنه البيض يعطي طعمة زناخة أو ريحة فلا تأكلوا هم يعني ما بأسر هون بلشت هيك أخفق كتير لحتى أنه بلش يغليه بعدين أنه بلشت أحط الفلوج والدهنة حطيته للفلوج والدهنة وعندوقت طلعت أكل كتير طيبة وأكلة سريعة يعني إنه بس موقت لكون كل العذاب بالكبة والله أنا هون عملت مثل ما قلت لكون صينية يعني لا عملت لا قلي ولا شي يعني بصراحة لأني ما كان عندي وقت طاول أبدا أبدا يعني بس موقت لكون هذا على وقت على طلب النوتي إنه قتلي ماما بدي كبه بصينية حتى زوجي بيحبها يعني فمارت أخجل المنا فالله يحميون يا رب هالولاد ويحمي هيك أولاد الجميع يا رب هلأ يا صبايا أنتوا بتحطوا للأرمان عصفر إلا ما بتحطوله هلأ نحن عائلتي ما بحطوله بظل اللبن أبيض وأنا بصراحة بحب اللبن يضل أبيض بس هون زوجي بيحطوله عصفر بصير اللبن أصفر وأنا استغربت من هالشغلة بصراحة يعني نحن ما منحطه العصفر أبدا يعني بيضل اللبن أبيض وأنا بحبه بصراحة أبيض بس هلأ لما حسيت إنه العصفر ما بيعطي طعمة بالأكل بس بيعطي إنه لون بيعطي لون الأصفر فخلاص صرت يعني مثل ما بحب جوزي أساوي له فهون مثل ما قلت لكم إنه العصفر ما بيعطي طعمة بس بيعطي لون أما لو بيعطي طعمة ما كنت حطيته بصراحة لأني مثل ما قلت لكم أنا بحب اللبن يضل أبيض مثل ما بتساوي ماما إنه بتصبحه هيك بحبه أنا لونه أبيض بس يعني هيك صرت أحطه لأني ما بيعطي طعمة أبدا بس بيعطي لون هون هيك بعد ما خلصت الكبة شوفوا لي على هالمنظر عن جد يعني ولا أطيب من هيك تقريبا ضلت شي ساعة وهون أكلوا مننا للصغار يعني مثل ما شايفين إنه أكلوا ما استنوا فهون هيك خلصت الأرمان وأكلوا يعني كان هون شبعاني بعدين إنه صورت وبعد ما خلصت يا صبايا ولميت هيك المجلة وجليت الجليات ما بحسن يعني أنا مثل ما قلت لكم على الساعة خمسة خمسة ونص بوقف أكل نهائي ما بقى باكل لتاني نهار الصباح يعني هيك عن جد بحس بداحة كتير كبيرة لما هيك بتكون معتي مرتاحة فهيك ما بحسن بلا كاسة الشاي الأخضر قبل ما أنام بساوي كاسة الشاي بحط له شوية كمون مشان إنه تهدي المعدة فهيك ساوي كاسة شاي أخضر ربي لك الحمد وشربته والحمد لله يكون خلص النهارنا يا صبايا وخلص بديار يوم إن شاء الله يكون عجبكم وحبيته وما تنسوني بالتعليق وبالاشتراك بقناتي للصبايا الجدد وتفعيل زر الجرس حتى يصالكم أشعر بكل فيديو جديد خليلي قلبكم وربي سعدكم يا رب وبأمان الله اشتركوا في القناة